افاد مصدر امني في زيقار يوم الخميس بمصرع سلاسة منتسبين امنيين بحادث سير شمالي المحافظة وذكر المصدر ان حادث سير وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشطرة ومدينة النصرية استدمت سيارة اخرى يقودها مدير معاون كماريك زيقار العقيد علاء ثامر برفقة منتسبين اثنين مما ادى الى مصرعهم على الفور وبين ان قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجسس الى دائرة الطب العدل لاكمال الاجراءات القانونية لها فيما اوقفت الجاني الذي اصيب بالحادث وتشهد محافظة زيقار وغيرها من المحافظات العراقية حوادث سير باستمرار بسبب السرعة الفائقة وعدم الالتزام بارشادات السلامة والامان الى جانب ترد شبكة الطرق وبالاخصة الخارجية منها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة اللهم ارزق اهلهم وزويهم الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون